بسم الله الرحمن الرحيم نعتبر الدلة العددية F المعرفة على المجال سفر زائد لنهاية كما يلي Fx تساوي 1 زائد 2 لغارتم X على X وCF تمتيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس OEG أولاً ألف أحسب نهاية F لX لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى ونهاية F لX لما X يقول إلى زائد لنهاية فسر النتيجتين بيانياً با أدرس اتجاه تغير الدلة F على المجال سفر زائد لنهاية ثم شكل جدول تغيراتها ثم ألف أدرس وضعية المنحن CF بالنسبة إلى المستقيم دلتا الذي معادلته Y يساوي 1 با أكتب معادلة للمماس T للمنحن CF في النقطة ذات الفاصلة 1 جيم بين أن المعادلة F لX تساوي 0 تقبل في المجال 0-1 حلاً وحيداً ألفاً حيث ألفاً محصور بين أسية ناقص 0.4 وأسية ناقص 0.3 ثالثاً أنشئ المماس T والمنحن CF رابعاً لتكن H الدلة المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية معدى الصفر كما يلي H لX يساوي 1 زائد 2 لغارتم القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX وليكن C-H تمثيلها البياني في المعلم السابق ألف بين أنه من أجل كل عدد حقيقي X غير معدوم H لX ناقص H لناقص X يساوي 0 ماذا تستنتج؟ با أنشئ المنحن C-H بالاعتماد على المنحن C-F جيم ناقص بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد حلول المعادلة لغارتم X مربع يساوي M-1 في القيمة المطلقة لX والآن نشرح في حل الموضوع نذكر بعبارة F لX F لX يساوي 1 زائد 2 لغارتم X على X السؤال الأول ألف يطلب مننا حساب نهاية F لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى ونهاية F لما X يقول إلى زائد لنهاية لدينا نهاية 2 لغارتم X لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية ونهاية X لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى يساوي صفر مع العلم أن X موجب تماماً لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى وبالتالي تكون نهاية النسبة 2 لغارتم X على X لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية إذن نهاية F لX لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية لدينا نهاية لغارتم X على X لما X يقول إلى زائد لنهاية يساوي صفر وهي نهاية شهيرة ومنه نهاية 2 لغارتم X على X لما X يقول إلى زائد لنهاية يساوي صفر وبالتالي نهاية F لX لما X يقول إلى زائد لنهاية تساوي 1 تفسير النتيجتين بيانياً وجدنا نهاية F لX لما X يقول إلى صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية وبالتالي CF يقبل مستقيم مقارب معادلته X يساوي صفر في جوار الصفر وهو حامل محور الترتيب ووجدنا نهاية F لX لما X يقول إلى زائد لنهاية يساوي 1 وبالتالي CF يقبل مستقيم مقارب معادلته Y يساوي 1 في جوار زائد لنهاية وهو يوازي حامل محور الفواصل بام دراسة اتجاه تغير الدلة F على المجال صفر زائد لنهاية نذكر بعبارة F لX لدينا F لX يساوي 1 زائد 2 لغاريتم X على X وتساوي 1 زائد 2 في لغاريتم X على X الدلة F تقبل الاشتقاق على المجال صفر زائد لنهاية حيث F تساوي لدينا الحد الأول مشتقه صفر دلة F تابتة 1 ومشتق 2 لنهاية X على X هو مشتق البسط 1 على X في المقام X ناقص مشتق المقام 1 في البسط لنهاية X على المقام مربع أي على X مربع ويساوي 2 في 1 ناقص لغاريتم X على X مربع لاحظ عزيزي الطالب أن المقام موجب تماماً وبالتالي إشارة F فتحة لX هي إشارة العبارة 1 ناقص لان X ندرس إشارة 1 ناقص لغاريتم X إذن 1 ناقص لغاريتم X تساوي الصفر تكافي O لغاريتم X يساوي 1 وبأخذ الأسية للطرفين نجد X يساوي O إذن 1 ناقص لغاريتم X أصغر من الصفر تكافي O 1 أصغر من لغاريتم X أي لغاريتم X أكبر من 1 وبأخذ أسية للطرفين ومع العلم أن الدلة الأسية متزيدة تماماً على R وبالتالي X أكبر من E وبالتالي يكون إشارة الدلة المشتقة تنعدم عند E وتكون سالبة في المجال E زائد لنهاية وموجبة في المجال سفر E إذن الدلة F متزيدة تماماً على المجال سفر E ومتناقصة تماماً على المجال E زائد لنهاية تشكيل جدول التغيرات إذن وجدنا الدلة المشتقة تنعدم عند E تكون سالبة في المجال E زائد لنهاية وموجبة في المجال سفر E وبالتالي تكون الدلة F متزيدة تماماً على المجال سفر E ومتناقصة تماماً على المجال E زائد لنهاية ووجدنا نهاية F لX لما X يقول إلى سفر بقيم كبرى يساوي نقص لنهاية ونهاية F لX لما X يقول إلى زائد لنهاية يساوي 1 ولدينا F لE تساوي 1 زائد 2 لغارة من E على E نعلم أن لغارة من E يساوي 1 إذن F لE تساوي 1 زائد 2 على E أي تساوي بالتقريب 1.74 ثانياً ألف دراسة وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى المستقيم دلتا نذكر بمعادلة المستقيم دلتا دل معادلة Y يساوي 1 وعبارة F لX تساوي 1 زائد 2 لغارة من X على X ولدراسة وضعية CF بالنسبة إلى دلتا يكفي دراسة إشارة الفرق F لX ناقص Y أي F لX ناقص 1 لدينا من أجل كل X من المجال سفر زائد لنهاية F لX ناقص 1 يساوي 2 لغارة من X على X إذن الفرق F لX ناقص 1 له إشارة لأن X موجب تماماً في المجال سفر زائد لنهاية نعلم أن ألن X ينعدم عند الواحد وسالب في المجال سفر 1 وموجب تماماً في المجال 1 زائد لنهاية وبالتالي تكون وضعية CF بالنسبة إلى دلتا من أجل X ينتمي إلى المجال سفر 1 CF تحت دلتا ومن أجل X ينتمي إلى المجال 1 زائد لنهاية CF فوق دلتا ومن أجل X يساوي 1 CF يقطع دلتا با معادة الممس T للمنحنة CF في النقطة دات الفاصلة 1 تعلم عزيزي الطالب أن معادة الممس عند النقطة دات الفاصلة 1 هي Y يساوي F فتحة لواحد في X ناقص واحد زائد F لواحد نحسب F فتحة بواحد تساوي نعود في الدل المشتقة وتساوي 2 في 1 ناقص لغارثم واحد على واحد مربع وبالحساب نجد 2 أما F لواحد تساوي 1 زائد 2 لغارثم واحد على واحد وتساوي واحد وبالتالي تكون معادلة T هي Y تساوي 2 في X ناقص واحد زائد واحد وبالنشر نجد Y يساوي 2X ناقص واحد جيم اتبات أن المعادلة F ل X تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا في المجال 0 1 حيث ألفا محصور بين أسية ناقص 0.4 وأسية ناقص 0.3 ومن أجل ذلك نطبق مبرهنة القيم المتوسطة لاحظ عزيزي طالب أن شروط المبرهنة كلها محققة لدينا الدلة F مستمرة ورتيبة تماما أي متزيدة تماما على المجال 0 1 وهذا من جدول التغيرات وصورة أسية ناقص 0.4 تساوي بالتقريب ناقص 0.19 وصورة أسية ناقص 0.3 تساوي بالتقريب 0.19 أي F لأسية ناقص 0.4 وآف لأسية ناقص 0.3 مختلفان في الإشارة إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة تقبل المعادلة F لأسية تساوي 0 حلا وحيدا ألفا في المجال 0.1 حيث ألفا محصول بين أسية ناقص 0.4 وأسية ناقص 0.3 مع العلم أن أسية ناقص 0.4 وأسية ناقص 0.3 هما عددان من المجال 0.1 أكيد هذا تالتا إنشاء T و CF نرسم أولا المستقيم المقارب دو المعادلة Y يساوي 1 وهو مستقيم يوازي محور الفواصل كما هو موضح ثم نرسم المماس دو المعادلة Y يساوي 2X ناقص 1 ثم لدينا الدروة هي نقطة ذات الفاصلة E والترتيبة F لE وتساوي 1 زائد 2 على E وتساوي بالتقريب 1.74 ووجدنا أن الدلة F متزيدة تماما على المجال 0 E ومتناقصة تماما على المجال E زائد لا نهاية أي يكون تمتيل بياني كما هو موضح في الشاشة رابعا لتكون الدلة H المعرفة على المجموعة R معدى 0 بالعبارة H لX يساوي 1 زائد 2 في لغة رتم القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX ألف ألف إتبات أنه من أجل كل عدد حقيقي X غير معدوم H لX ناقص H لنقص X يساوي 0 لدينا H لX ناقص H لنقص X يساوي 1 1 زائد 2 لغة قيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX ناقص 1 زائد 2 لغة القيمة المطلقة لنقص X على القيمة المطلقة لنقص X تعلم عزيزي طالب أن القيمة المطلقة لنقص X تساوي القيمة المطلقة لX وبالتالي FH لX ناقص H لنقص X يساوي 1 زائد 2 لغارتم القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX ناقص 1 ناقص 2 لغارتم القيمة المطلقة لX على القيمة المطلقة لX وبالتالي H لX ناقص H لنقص X تساوي 0 ومنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم h لناقص x يساوي h لx ولدينا من أجل كل x من dh ناقص x ينتمي إلى dh نستنتج أن الدلة h دلة زوجية بان إنشاء المنحنة c h بالاعتماد على المنحنة c f بما أن الدلة h دلة زوجية إذن تمتيلها البياني متناضر بالنسبة إلى محور الترتيب ولدينا من أجل كل x من المجال صفر زائد لنهاية القيمة المطلقة لx تساوي x وبالتالي h لx تساوي 1 زائد 2 لغارثم x على x أي تساوي h f لx أي من أجل كل x من المجال صفر زائد لنهاية يكون c h منطبق على c f وبما أن الدلة h دلة زوجية إذن من أجل x ينتمي المجال نقص لنهاية صفر يكون c h نضير c f بالنسبة إلى محور الترتيب إذن لاحظ عزيزي الطالب أن c h منطبق على c f في المجال صفر زائد لنهاية و c h هو نضير c f بالنسبة إلى محور الترتيب في المجال نقص لنهاية صفر جيم المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي لعدد حلول المعادلة لغارثم x مربع يساوي m نقص 1 في القيمة المطلقة لx إذن المعادلة لغارثم x مربع تساوي m نقص 1 في القيمة المطلقة لx وكافئ تنين لغارثم القيمة المطلقة لx تساوي m نقص 1 في القيمة المطلقة لx أي تنين لغارثم القيمة المطلقة لx على القيمة المطلقة لx يساوي m نقص 1 وهذا بقسم الطرفين على القيمة المطلقة لx أي تنين لغارثم القيمة المطلقة لx على القيمة المطلقة لx زائد 1 يساوي m لاحظ عزيزي الطالب أن الطرف الأول من المعادلة هو عبارة H ل X وبالتالي المعادلة تكافئ H ل X تساوي M أي حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحني CH مع المستقيم دو المعادلة Y يساوي M والموازي لمحور الفواصل ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحني CH مع المستقيم دو المعادلة Y يساوي M الموازي لمحور الفواصل لاحظ عزيزي الطالب من أجل M أصغر أو يساوي 1 CH يقطع أو المستقيم دو المعادلة Y يساوي M يقطع CH في نقطتين متناظرتين بالنسبة لمحور التراتيب وبالتالي المعادلة تقبل حلين متناظرين ومن أجل M أكبر تماما من 1 وأصغر تماما من 1 زائد 2 على أسية 1 أي F لE المستقيم دو المعادلة Y يساوي M يقطع CH في أربع نقاط متميزة إذن لدينا نقطتين متناظرتين وأخرتين متناظرتين إذن المعادلة تقبل أربع حلول ومن أجل M يساوي F لE أي M يساوي 1 زائد 2 على أ المعادلة تقبل حلين متناظرين ومن أجل M أكبر من F لE أي أكبر من 1 زائد 2 على أ المعادلة لا تقبل حلول لأن المستقيم دو المعادلة Y يساوي M لا يقطع المنحني CH وبالتالي تكون نتيجة المناقشة البيانية على النحو التالي من أجل M ينتمي إلى المجال ناقص لنهاية 1 المعادلة تقبل حلين متناظرين ومن أجل M ينتمي إلى المجال 1 إلى 1 زائد 2 أسية ناقص 1 المعادلة تقبل أربع حلول ومن أجل M يساوي 1 زائد 2 أسية ناقص 1 المعادلة تقبل حلين هما E ونقص E ومن أجل M ينتمي إلى المجال 1 زائد 2 أسية ناقص 1 زائد لا نهاية المعادلة لا تقبل حلولا وهكذا أعزائي الطلب والطالبات نأتي إلى نهاية هذه الحصة إلى أن نلتقي في حصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة